لا حرمة للطفولة في الحرب ولا حرمة لها في البحر لا فرق بينهما هي فقط حروف تقدم وتؤخر لكن الموت واحد وكما الحرب تختطف الطفولة فإن البحر يلتهمها بكل تفاصيلها الجميلة وإن تكرم فإنه يلفض الأجسام الغضة ليزيد مرارة رحيلها أغمض الطفل جفنيه إلى الأبد ليظهر في صورة بين ذراعي ناشط ألماني يعمل لصالح منظمة إنسانية ألمانية انتشله من مياه البحر بعد غرق مركب يقله ومئات الآخرين من طالبي اللجوء المنظمة الإنسانية الألمانية رأت فيها مادة مؤثرة لإشعار السلطات الأوروبية بمأساة المهاجرين خاصة أمام غياب الاهتمام الدولي بالأرواح التي تزهق باستمرار خلال العبور المركب الذي أقل هذا الطفل إلى مصيره انطلق من السواحل الليبية باتجاه نظيراتها الأوروبية قبل أن يبدأ بالغرق في سيناريو مشابه لمصير الطفل إيلان الذي فارق الحياة غرقا في المياه التركية عندما كانت عائلته تحاول الهرب به من الحرب فاختطفه البحر يمنى جلاس الحدث